إعادة الاتحاد العام لكرة القدم السوداني الذي يرأسه معتصم جعفر ليباشر عمله حتى شهر أكتوبر المقبل وتشكيل لجنة ثلاثية لصياقة تعديلات النظام الأساسي للاتحاد وإجازته عبر جمعية عمومية طارئة وغيرها بنود حوتها خارطة الطريق التي وضعتها لجنة الفيفا أمام طرفي أزمة انتخابات اتحاد الكرة في السودان لتجنب مخاطر التعليق أو تجميد نشاطه عبد الرحمن سر الختم لا يملق قراره لأن الجهات الحكومية هي التي أتت به أمانة الشباب والرياضة في المؤتمر الوطني هي التي أتت به ما يعنينا أن نتعاملنا مع الفيفا بشفافية لم نقوم بتضليل الفيفا ولم نقوم بتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي القرة إذن وفق هذا الموقف لمجموعة التطوير برئاسة جعفر باتت الآن في ملعب مجموعة النهضة والتي يبدو أنها لم تجد اعترافا من قبل الفيفا اجتماعات مكثفة انخرطت فيها مجموعة النهضة التي يتزعمها عبد الرحمن سر الختم المحسوب على الحكومة انتهت إلى قرار نهائي تم إرساله إلى الفيفا خرج الاجتماع وافق على 70% من الوثيقة المقدمة وأبدأ ملاحظات في ثلاثة بنود وانتظر إن شاء الله فيها الرد الاتحاد الدولي إن شاء الله يكون بعد ذلك التوقيع بإذن الله معترك الأزمة الرياضية في البلاد لم ينتهي بعد وقد تتأرجح خيارات الحل بين قبول الفيفا لتحفظات مجموعة النهضة أو رفضها وفي كل الحالتين ثمت سيناريوهات محتملة تلوح في الأفق حال تعنتت مجموعة النهضة والإصلاح بأسر الختم بعدما نوافغ بنسبة 100% على المقرارات الفيفا هذا يعني تعليق النشاط بصورة مباشرة الخروج من هذه الأزمة يمكن مساره في اتجاه واحد مجموعة محتصم جحفر تخاطبها فيها بموافغاتها على تكوين لجنة تسير وهذا يعني تنحي مجموعة محتصم جحفر وهذا ما طالبت به مجموعة النهضة والإصلاح الأزمة أطلت برأسها حسب مراقبين جراء محاولة تدخل الحكومة في إدارة انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الكرة في البلاد وسط حديث هنا وهناك عن تورط رموز في الاتحاد الذي يرأسه جعفر بالفساد لا تزال أنفاس الرياضيين في السودان محبوسة ربما في انتظار ما ستقرره الفيفا التي وجدت رؤيتها لحل أزمة اتحاد الكرة في البلاد قبولا كاملا من أحد طرفي الأزمة فيما أعلن الطرف الآخر موافقته على جزء منها وتحفظه على الآخر عبد الباقي العوض الحرة الخرطوم